اشتركوا في القناة المعادلات فيها يساوي المتبينات فيها اكبر من واصغر من طيب يعني ايه حل المعادلة؟ يعني نجيب له قيمة المجهولة في المعادلة زي السين هنا نجيب له قيمة سين اللي بتحقق المعادلة اللي تخلي لك الطرفين يساوي بعض عشان نحل معادلات القيمة المطلقة والمقياس لازم نعرف خواص المقياس الاول القيمة المطلقة خدناها في عدادة وانا بنقول القيمة المطلقة بتطلع لك الناتج على طول موجب موجب او صفر لو العدد سالب تطلع موجب لو هو موجب ينزل موجب زي ما هو مثلا القيمة المطلقة لسالب 3 القيمة المطلقة تاكل السالب هتسوي موجب 3 القيمة المطلقة للثلاثة الثلاثة موجب تنزل ثلاثة زي ما هي ده بالقيمة المطلقة للصفر هو الصفر إبا كل وظيفة القيمة المطلقة بتاكل السالب لحظ الناتج هنا إما يطلع عدد موجب أو يطلع صفر ما ينفحش يطلع سالب لذلك لو جالك مقياس سين يسوي سالب 3 كام؟ إيه العدد اللي مقياسه سالب ثلاثة مفيش لأن المقياس بيأكل السالب فمافيش عدد مقياسه هيطلح سالب يبقى مجموعة الحل هنا فاي من هنا نقدر نستنتج أول خاصية أو الخاصية بيقولك إن قيمة المقياس أو الناتج لازم يطلع أكبر من أو يساوي صفر يعني إما يطلع موجب أو يساوي صفر ما ينفحش يساوي سالب لو جالك مقياس يساوي عدد سالب تقوله مجموعة الحل فاي طب تعالى نعكس الفكرة هيديك الناتج وعايزين العدد اللي دخل المقياس يقولك لو مقياس سين يساوي خمسة سين بكام؟ إيه العدد اللي مقياسه خمسة؟ الله ينفح خمسة وينفح سالب خمسة الخمسة أو سالب خمسة مقياسه من خمسة يبقى السين هنا تنفع موجب خمسة أو سالب خمسة زي هات لو مقياس سين بيساوي سبعة سين بكام؟ السين تنفح سبعة أو سالب سبعة طب لو مقياس سيني يساوي صفر ايه العدد اللي مقياسه صفر هو الصفر مقياس الصفر بيساوي صفر ايبقى بشكل عام لو مديكم مقياس يساوي عدد تعرف ان ما بداخل المقياس يساوي موجب او سالب العدد زي مقياس سيني يساوي ثلاثة لو عايز السين اقوله بتساوي موجب او سالب ثلاثة ملحوظة الثالثة بتقولك ان احنا ممكن نبدل داخل المقياس في الطرح الطرح ابدالي داخل المقياس يعني مقياس 3 نقص 20 بتساوي مقياس 20 نقص 3 ممكن نبدل عادي داخل المقياس تفهمها بالأعداد مقياس 3 نقص 1 هتساوي مقياس 1 نقص 3 تعالوا وطرحت 3 نقص 1 ب2 مقياس الـ 2 ب2 1 نقص 3 بسالب 2 والمقياس يقلل سالب إبقى هتساوي برضه 2 إبقى كده مقياس 3 نقص 1 سوت مقياس 1 نقص 3 مقياس ثلاثة ناجس ثلاثة لو بدلت هتساوي مقياس ثلاثة الملحوظة الرابعة قلناها الحصة اللي فاتت لو عندك تربيح تحت الجزر قلنا الجزر يأكل التربيع وتاخد مقياس الأساس لازم تحط الأساس في مقياس يبقى تساوي مقياس ألف مثلا جزر ثلاثة تربيع الجزر يأكل التربيع وتاخد مقياس الأساس يبقى تساوي مقياس ثلاثة آخر حاجة تساعدنا في المسال هنا تعريف المقياس لو عايزين نعرف المقياس 6 ناجس 5 عشان تعرف المقياس هات صفر المقياس الاول يعني نمسك اللي داخل المقياس ده سويه بالصفر ودى السالب 5 بعكس الاشارة يبقى sim بتساوي 5 الخامسة ده اسمها صفر المقياس او تاخد العدد ده على طول بعكس الاشارة ازاي نعرف المقياس كنت باخد اللي داخل المقياس مرة موجب ومرة سالب مرة موجب يعني تنزل زي ما هو 7 ناجس 5 مرة سالب يعني تغير اشاراته هتبقى سالب سين زائد خمس تغير الإشارطين إمتى ناخده موجب لما سين تكون أكبر من أو يساوي صفر المقياس اللي هو الخمس إمتى ناخده بالسالب لما سين تكون أصغر من صفر المقياس اللي هي الخمسة دي القواصة المهمة لأن نستخدمها في حل المسائل أقولها تناس ناشر أهم واحدة التانية دي هي لتحلل لنا معظم المسائل تعال نشوف إحنا عندنا تركتين بنحل بهم المعادلات جبريا وبيانيا هنبدأ بجبريا ونخلي بيانان في آخر الحصة إن شاء الله نبدأ بحل المعادلات جبريا عندنا ثلاث أشكال من المسائل الشكل الأول يديك مقياس يساوي عدد الشكل الثاني يديك مقياس يساوي مقدار يعني يكون هنا في سين الشكل الثالث يديك مقياس يساوي مقياس وكلهم معتمدين على نفس الفكرة الشكل الأول ما يديك مقياس يساوي عدد فكرتها أنك تاخد اللي داخل المقياس تسويه بموجب او سالب العدد يعني هتكسم صفحة اتنصي شيل المقياس خالص خد اللي دخل المقياس اللي هو سين نافذ سبعة اكتبه هنا وهنا هتسويه مرة بالعدد ومرة بسالب العدد هناخد الخمسة مرة بالموجب ومرة بالسالب هتلاقي كل المسألة نفس الفكرة كده شيلنا المقياس خالص خدنا اللي دخل المقياس بس سوانا بالعدد ده مرة بالموجب ومرة بالسالب وكده تحل معادلات عادية سبت السين ودي السلب 7 بعكس الإشارة هتبه 5 زائد 7 بـ 12 سبت السين ودي السلب 7 بعكس الإشارة هتروح موجة بـ 7 سلب 5 زائد 7 بـ 2 اه قيم السين دي هي مجموعة الحل بس لازم تتأكد من القيم دي هل تحقق المعادلة ولا لا تحقق اعرف منين نعوض السين بـ 12 عوض عن السين بـ 12 12 ناجد 7 بـ 5 ومقياس الخامسة يساوي 5 فعلا الترفين يساوي بعض يبقى الـ 12 دي تحقق اتأكد من الـ 2 عوض عن السين بـ 2 2 ناجد 7 بـ 5 والمقياس هيكل السالب يبقى هتساوي موجة بـ 5 يبقى الـ 2 كمان تحقق يبقى مجموعة الحل تنفع 12 وتنفع 2 ممكن نتأكد بطريقة تاني هنجيب صفر المقياس لو سويت ده بـ 0 السين هتطلع معك بـ 7 او خد العدد ده بعكس الإشارة هيساوي 7 اقول له احنا سوان المقدار ده بالموجة لما سين تكون اكبر من او يساوي صفر المقياس اللي هو 7 سوانه بالسالب لما سين اصغر من صفر المقياس اللي هو السبع بعد كده نتأكد هل الـ 12 اكبر من السبع ايوة الـ 12 اكبر من السبع يبقى تاخدها معاك في مجموعة الحل هل الـ 2 اصغر من السبع ايوة الـ 2 اصغر من السبع فهتاخدها معاك فعشان تتأكد من الحل يعمى تعوض يعمى تجيب صفر المقياس طيب نسال كمان عايزي يحل المعادلة 2 في مقياس سين ناجس 2 يساوي 6 تعال نعدل المعادلة الاول هنخل المقياس دة الواحد مين ميدي يقول لتنين فعشان نخلص منها هنقسم عليها أقسم هنا علتنين وهنا علتنين الاتنوناتا تروح اتفضل لك مقياس سين ناجس 2 يساوي 6 علتنين فيها الثلاثة مقياس يساوي عدد هناخد اللي داخل المقياس نساويه بموجب او سالي بالعدد شيل المقياس خالص أكتبها هنا برضو سين نجس 2 هنسوا بموجب أو سلب العدد مرة بالموجب ومرة بالسلب حل معادلات عادية ود السلب 2 بعكس الإشارة تب 3 زاد 2 ب5 سبت سين ود السلب 2 بعكس الإشارة تب سالب 3 زاد 2 بسالب 1 قيم السين هم مجموعة الحل بس لازم تتأكد منهم تعال نجيب صفر المقياس خذ العدد ده بعكس الإشارة موجب 2 إبقى بنسويه بالموجب لما سين أكبر من أو تساوي 2 وبنسويه بالسالب لما سين أصغر من 2 تعال نتأكد هل الخمسة أكبر من الاتنين؟ أيوة الخمسة أكبر من الاتنين هناخدها معانا هل السلب 1 أصغر من الاتنين؟ أيوة يبقى يحقق يبقى مجموعة الحل 5 وسالب 1 أو سالب 1 و 5 ترتيب من شايفر حاول في حل المعادلات هنا تخلى المقياس لوحده سؤال الثالث عايزين نحل المعادلة مقياس سين زاد 5 زائد 7 سو 3 تعال نعدلها هنخلى المقياس لوحده هطلع الموجب 7 دي الناحية الثانية بعكس الشهر هتروح سالب 7 هنزل المقياس سين زاد 5 يساوي 3 ناجس 7 سالب 4 دي ما تكملهاش المقياس ما ينفحش يساوي سالب قلنا قيمة المقياس أو الناتج لازم يطلع يا موجب يا صفر ما ينفحش يساوي سالبي بمجموعة الحل هنا فاي فأنت على طوله وديك مقياس يساوي سالبي بمجموعة الحل عندك فاي آخر سؤال في الفكرة دي يديك مقياس 3 ناجس 2 سين ناجس 7 يساوي سفر عايزين نحل المعادل يعني نعدي له هنخل المقياس لوحده نزل المقياس ودي السالب 7 بعكس الشهر هتروح بموجب 7 المقدار ده اسمه 3 ناجس 2 سين ممكن نبدي العدي داخل المقياس وان الطرح ابدالي داخل المقياس بدل ما هتلاتة ناجس 2 سين بدي له هتبقى 2 سين ناجس 3 هنمسك لداخل المقياس ده نساويه بموجب أو سالب العدد 2 سين ناجس 3 هساويها مرة بالسبعة و2 سين ناجس 3 هساويها مرة بالسبعة وحل كل معادلة الوحديين سبت 2 سين ودي السالب 3 بعكس الاشهار 7 و 13 اكس معل 2 وعل 2 بسين بتساوي 5 هنا سبت 2 سين ودي السالب 3 بعكس الاشهار سالب 7 زاية 3 بسالب 4 اكس معل 2 وعل 2 بسين بتساوي سالب 2 تعالي تأكد نجيب صفر المقياس لو سويت ده بصفر او ممكن تاخد العدد ده بعكس الاشهارة وتكسم على ال 2 هتبقى موجب 3 على ال 2 يبقى هنا سين اكبر من او يساوي 3 على ال 2 وهنا سين اصغر من 3 على ال 2 3 على ال 2 اللي هي 1 ونص هل الخمسة اكبر من ال 1 ونص ايوه ايبا تحق هناخدها معانا هل السالب 2 اصغر من ال 1 ونص ايوه السالب 2 اصغر من ال 1 ونص فناخدها معانا ده اول شكل معانا من المسال اللي هو مقياس يساوي عدد بتاخد اللي داخل المقياس يساوي موجب او سالب العدد وحاول في كل المسال تخلي المقياس لوحده هناخد عليها مسال في الكاشكول ونشوف الشكلين التانين من المسال الشكل الثاني من المسائل هيديك فيها مقياس يسوي مقدار مقدار جابري يعني في سين نفس الفكر هتاخد ما بداخل المقياس وتسويه بموجب أو سالب المقدار نفهمها بالمثال اديك مقياس سين زاد 2 يسوي 3 سين ناجس 10 عازل نحل المعادلة دي والله هنا مقياس يسوي مقدار جابري عشان تحلها هتاخد ما بداخل المقياس اللي هو سين زاد 2 هكتبه مرة هنا ومرة هنا هنسويه بموجب أو سالب المقدار يعني هناخد المقدار ده مرة بالموجب ومرة بالسالب مرة بالموجب يعني تنزله زي ما هو 3 سين ناجس 10 مرة بالسالب يعني تغير كل إشاراته تبه سالب 3 سين زائد 10 ويارض الثلاثة والعشر بعد كده هتحل كل معادلة الوحدية هنا السينات هنود السينات عند بعض والأعداد عند بعض بس بعكس الإشارة هسبت سين ودي لها الثلاثة يبه سالب 3 سين يساوي السالب 10 في بيتها ودي لها الموجب 2 سالب 2 اطرح سين ناجس 3 سين سالب 2 سين سالب 10 وسالب 2 سالب 12 اقسم على سالب 2 وعلى سالب 2 بسين بتساوي 6 نفس الفكر سب بتسين ودي لها السالب 3 موجب 3 سين يساوي 10 ودي لها الموجب 2 سالب 2 اجمع ده هتبقى 4 سين وده هتساوي 8 اقسم على الاربع وعلى الاربع بسين بتساوي 2 جبنا القمتين لازم نتأكد هات صفر المقياس صفر المقياس هنا سالب 2 إبه هنا سين أكبر من سالب 2 وهنا سين أصغر من سالب 2 لما بنسويه بالموجة بنقول أكبر من أو سالب لما بنسويه بالسالب بنقول أصغر من تعني نتأكد هل الستة أكبر من السالب 2؟ أيوة الستة أكبر من السالب 2 إبه تحقق هل الاتنين أصغر من السالب 2؟ لا لا تقدم لتنين أكبر من السلب 2 يبقى اللتنين دي لا تحقق يبقى اللتنفع معنا هنا بس el 6 يبقى أقول له مجموعة الحل بتساوي 6 عايزت تأكد كمان لو عوضت باللتنين في المعادلة دي هتلاقيها لا تحقق الطرفين مش هيصاه بعد عوض عن السين هنا باللتنين 2 زاد 2 ب4 عوض عن السين هنا باللتنين 6 drags 10 سلو ب4 الطرفين ماساووش بعد يبقى اللتنين كده لا تحقق لو عوضت بالستة هتلاقيها تحقق إبقى فكرة مقياس يساوي مقدار بتاخد ما بداخل المقياس يساوي موجب أو سالب المقدار آخر شكل معنا لما يديك مقياس يساوي مقياس نفس الفكرة برد هناخد ما بداخل المقياس الأول يساوي موجب أو سالب ما بداخل المقياس الثاني فهمها بالمثال عايزين نحل المعادلة مقياس 3 سين زياد 7 يساوي مقياس 2 سين زياد 3 أولا نشيل المقياس ده خالص إحنا نسبة المقياس الأول اللي هو 3 سين زي 7 هكتبه هنا واكتبه هنا 3 سين زي 7 ونشتغل على المقياس التاني هاخده مرة بالموجة بمرة بالسالب بالموجة بنزله زي ما هو 2 سين زي 3 بالسالب غير كل اشاراته سالب 2 سين ناقص 3 بعد كده هتحل عادة زي اللي بنسال اللي هنا هنود السنات عند بعض قدي 3 سين ودي لها الاتنية بسالب 2 سين 3 ودي لها الموجة بسبعة سالب 7 اطرح 3 سين ناقص 2 سين بسين 3 ناقص 7 سالب 4 سب بالتلاتة سين ودي لها السالب 2 موجة باتنين سين هنا سالب 3 ودي لها الموجة بسبعة سالب 7 اجمع تبه 5 سين تساوي سالب 10 اكس مع الخامسة وعالخامسة يبه سين بتساوي سالب 2 ايه الاختلاف بين الشكلين دول ان هنا مش هنتأكد مش هنجيب صفر المقياس ولا هتعود العددين اللي بيطلعوا لك دول اكتبهم على طول في مجموعة الحل دايما هتلاقيهم بيحققهم ايبه هنا مريحك من خطوة اللي هي التأكيد ايبه مجموعة الحل سالب 4 وسالب 2 ايبه في كل الاشكال لازم تتأكد الا لما يكون عندك مقياس يساوي مقياس مش لازم تتأكد طيب لحظ هنا ان احنا سبتنا المقياس الاول واشتغلنا على المقياس التاني خدناه مرة بالموجة ومرة بالسالب ممكن تعمل العكس تسبت الطرف الايصر هنا وتشتغل على المقياس الاول وتاخده مرة بالموجة ومرة بالسالب هيطلع معاك نفس النادي نفس النظام هنا ممكن ننزل المقدار ده زي ما هو واشتغل على المقياس اخده مرة بالموجة ومرة بالسالب هيطلع معاك نفس الحل طيب دي كل اشكال المسال تعني اخد مسال اكتر على نفس الفكرة السؤال السابع عايز에 حل المعادلة مقياس سين زا ثابة سين زايد 7 اكتبه هنا واكتبه هنا تعني اخد المقدار ده مرة بالموجة ومرة بالسالب مرة بالموجة بيعنا هنزله زي ما هو مرة بالسالب يعني أغير كل إشاراته تبى سالب سين زائد خمسة نحل كل معادلة الوحدية السين دي لو راح تننحى التاني هتروح بسالب سين فهتتحزف مع السين اللي هنا دي أو هم مكانهم ود السين مع السين طالما زي بعض بالظبط هيتفضل لك من هنا السبعة وهتفضل لك من هنا السالب خمسة هل السبعة بتسوي السالب خمسة؟ عمر السبعة ما تسوي سالب خمسة يبا هنا مفيش حال ما ينفحش نقول السبعة تساوي سالب 5 هنا هسبت سين ودي لها السالب سين بعكس الإشارة وموجة بسين فضلك الخمسة ودي لها الموجة بسبعة سالب 7 اجمع تبقى 2 سين 5 ناجس 7 سالب 2 اكسمع على الاثنين وعلى الاثنين يبقى سين بتساوي سالب 1 السين بسالب 1 يبقى مجموعة الحل على طول سالب 1 عشان دول مقياسين مش بنعمل خطوة التحقق مش بنجيب صفر المقياس بس انت عشان تتأكد من حلك عوض عن السين بسالب 1 عوض هنا وهنا ده عشان تتأكد من حلك صح ولا مصح لا عوضت هنا بسالب 1 سالب 1 زاد 7 ب6 مقياس الستة ب6 عوض هنا بسالب 1 سالب 1 وسالب 5 سالب 6 والمقياس هيكون لك السالب فعلا سواب بعض يبقى انت حلك صح السؤال التام نفس الفكرة مقياسين يسواب بعض حل المعادلة مقياس 2 سين ناجس 6 يسوا مقياس سين ناجس 3 هنسب الطرف ونشتغل على طرف. اسبت الايمان. هنا اتنين سين ناجس ست. هنشتغل على الطرف دي اخذه مرة بالموجب ومرة بالسالب. بالموجب يعني نزله زي ما هو سين ناجس تلاتة. بالسالب غير اشاراته. سالب سين زايد تلاتة. تعني نودى المتشابه عند بعض. اسبت اتنين سين وادى لها السين. هسبت السلب تلاتة وادى لها السلب ستة موجب 6 نقص 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 نقصOkay. نفس الكلام صبت ستتت. ودي لها السلب السين تبأ controversial. سبت التلاتة ودي لها السلب ستة satur. و sarids миalyama. اجمع دين. تبأ ثلاثة سين و ثلاثة و ستة تسع. X مع الثلاثة وعر الثلاثة يبأ سين تساوي تلاتة. السين هنا البراض والسين هنا بتلاتة مجموعة الحل تعطى oleh 3 واحدة. لم تركية كبيل cup. وبرضو عشان مقياسين مش هنتأكد ده السؤال التامن تعال نختم الفكرة دي باربع مسائل حلوين السؤال التاسع عايز يحل المعادلة جازر سين تربيع مقصة 4 سين زاد 4 زاد سين يساوى 10 تعال نعدل المعادلة الاول الجازر ده هنحول المقياس ازاي تحوله هنحلل المقدار ده الاول عادة المقدار ده هتحلل معاك مقدار سلاسي مربح كامل مربح كامل اللي هو قص واحد وفجيه تربيع هتجيب جازر الاول وجازر التالت وتاخد الاشارة اللي في النص جازر السين تربيع سين جازر اللي 4 اتنين واخد الاشارة اللي في النص ناجس ونزل باج المعادلة زاد سين يساوى 10 كده عندك جازر تحتي تربيع قلنا الجازر يلغي التربيع وتاخد مقياس الاساس يبقى ناخد مقياس سين ناجس اتنين ونزل باج المعادلة زاد سين يساوى 10 بكده حاولنا الجذر المقياس في مثال المقياس حاول تخلي المقياس لوحده الموجب سين دي نودها النحي التانية بعكس الإشارة يبقى مقياس سين ناجس 2 تساوي 10 السين تروحي النحي التانية سالب سين كده عنه شكل لوه مقياس سوى مقدار هنسبت المقياس وناخد المقدار ده مرة بالموجب ومرة بالسالب لداخل المقياس اللي هو سين ناجس 2 نكتبه هنا ونكتبه هنا المقدار بالموجة بيعني ننزله زي ما هو 10 ناجس سين بالسالب غير شراطه بسالب 10 زائد سين اكتب الشروط بتاعتك بالمرة صفر المقياس هنا موجة ب2 ايبه هنا سين اكبر من موجة ب2 وهنا سين اصغر من 2 تعال حل المعادلات اسبت سين ودي لها السالب سين موجة بسين يساوي 10 ودي لها السالب 2 موجة ب2 سين وسين 2 سين 10 و 2 و 12 اكسم على الاثنين و على الاثنين يبه سين ب6 هل الستة اكبر من الاثنين ايوه يبه تحقق تعال حل المعادلة دي عندك هنا سين وهنا شبهها سين بالظبط فممكن يروحوا مع بعض طالما شبه بعض بالظبط ممكن يروح هتفضل لك هنا سالب 2 و هتفضل لك هنا سالب 10 هل ينفع نقول السالب 2 تساوي السالب 10 طي عمرها ما تساويها يبه هنا مفيش حل يبه مجموعة الحل عندك بس اللي هي الستة فكريتها ان احنا حاولنا اتجازر المقياس السؤال العاشر حل المعادلة مقياس سين ناجس واحد ناجس اثنين في مقياس اثنين ناجس سين يساوي سفر هنا المقياسين جنب بعض في طرف واحد تعال نعزلهم عن بعض الاول هسبت المقياس ده وهاود للمقياس الثاني النحة التانية بعكس الإشار المقياس ده ينزل جاي ما هو بقياس سרים ناجس واحد يساوي السالب 2 تروح الناحة التانية ولتbes ب3 موق소�ه و المقياس ده ينزل ممكن نبديل هنا أثنين ناجس سين في المقياس ممكن نبديل عادي هنا مقياس يساوي مقياس هسبت المقياس الاول وهناخد الطرف التاني ده مرة بالموجة بنhi وبمرة بالسالب هكتب هنا س keer one وهنا س Bur1 وهنا س�� هذا سأخذ بالموجة ، بالنظر له هي اولا اتنين في سين ناقص اتنين أعطي قصة ل환يزة 2 والنخذه بالسالب يعني بسالب 2 سين ناقص اتنين والطرف لدينا اللي مرة بالموجة ومرة بالسالب س healing سلبي 1 سauftان س개�icional سيena سلب 3 سلبي 2 سلب 2 سلب ی PAR سلب 2 نؤدي السناة عند بعض سبت سين وموضة الرمضة السيل سبت السلب أربعة وموضة الرمضة السالب 1 سين أخص الموضس سالب سين سلب أربعة زاد 1 سالب 3 السالب أروح مع السالب إبсь risks risks IslamicAL3 هنا سبت السين وموضة الرمضة السالب 2 موجب 2 سبت الأربعة وموضة الرمضة السالب 1 موجب 1 اجمع تلاتة سين أربعة وواحد خمس اقسم على الثلاثة وعالثلاثة يبقى سين بتساوي خمسة على ثلاثة وعشان دول مقياسين ما تتأكدش هتاخد الثلاثة والخمسة على الثلاثة يبقى مجموعة الحل تنفع ثلاثة وتنفع خمسة على ثلاثة ده السؤال العاشر نشوف السؤال 11 سؤال 11 سؤال حل حل المعادلة مقياس ثلاثة سين ناجس تسعة ناجس مقياس ثلاثة ناجس سين يساوي عشر لحظ هنا المقياس ده ممكن أبدل فيه 3 نقص سينة خليها سين نقص 3 والمقياس الأول فيه 3 عامل مشترك فممكن ناخد من هنا عامل مشترك إبه هنا هنبدل وهينا هناخد 3 عامل مشترك طلعت 3 عامل بعد العامل بنكسم خدنا 3 تفضل لك سينة 9 التلاتة فيها 3 نقص المقياس ده ممكن نبدل فيه بدلا ما هيا 3 نقص سين خليها سين نقص 3 واسوي الكلام ده بالعشر لحظ كده المقياسين شبه بعض فممكن نطرح عادي تطرح المعاملات بس دي 3 والمقياس دي اعتبر جاب لي 1 اتطرح المعاملات وتنزل المقياس زي ما هو زي ما سمى بلك 3000 ناجس 1000 كنا بنطرح ازاي نطرح المعاملات ونزل الالف زي ما هي 3 ناجس 1 ب2 ونزل 1000 هنا نفس الفكرة اطرح 3 ناجس 1 ب2 ونزل المقياس زي ما هو سين ناجس 3 واسوي الكلام ده بالعشر تعال نخلي المقياس لوحدة عايزة أحلص به اثنين هكسم هنا على اثنين وهيه على الاثنين الاثنينها تذهب يصوف مقياس impossätوى يساوي 10 علa 2 فيها الفئة رجعت الاول صورة معانا مقياس يصبح عدد تخذل قد أمر مقياس اسوى مرة بخمس خط هذا مخصمنا واسهو مرة بالسالب 5 وسادلث معادلاتوا ودي السالم 3 بعكس الاشارة يبس المllahكس هو 5 sausage 3 تمامها ودي السالب 3 بعكس الإشارة موجب 3 سالب 5 زي 3 سالب 2 ولما تتأكد هتلاقيهم هما الاتنين يحقق إبقى مجموعة الحال تنفح 8 أو سالب 2 ده سؤال 11 تعني أخد آخر سؤال على الفكرة دي سؤال 12 وبرضو سؤال حل أعايزي حل المعادلة سين تربيع نقص 3 مقياس سين نقص 28 نساو 0 أنت في كل المثال بقول لك حاول تخلى المقياس لوحدي هنا الأسهل لك سيب المقياس زي ما هو اتخلهش لوحدي هتاخده مرة بالموجب ومرة بالسالب إما تلاقي المقياس وسط المعادلة كده سيبه زي ما هو تعني أخده مرة بالموجب هنزل سين تربيع نقص 3 هناخده بالموجب يعني هنزله زي ما هو سين نقص 28 يساو 0 ناخده بالسالب بسين تربيع نقص 3 هي سينة بخلاها سالب سين نقص 28 يساو 0 لو دربت هنا سالب سالب بموجب فممكن نحزف دي ونخليها موجة بتلاتة سين يبقى كل اللي عملناه خدنا المقياس مرة موجة بنزلته زي ما هو وخدناه بالسالب ينضرب في السالب اللي بره يبقى موجة بتلاتة سين بعد كده تحل كل معادلة لوحدية المعادلات ده تتحل بالتحليل عشان مقدار سلاسة بسيط اكتب الشرط بتاعك في الاول هنا لما خدناه بالموجة بسين اكبر من او يساوي صفر المقياس اللي هو الصفر ولما خدناه بالسالب يبقى سين اصغر من صفر المقياس اللي هو الصفر بتاع نحلل ده مقدار سلاسة بسيط افتح قصين السين تربيع عبارة عن سين في سين كان في كان بـ 28 وتطرحه ميدك 3 28 أربعة في سبعة لشارع الأخيرة سالب يبقى الكبير ياخده لشارع اللي في النص هنا سالب وهنا موجة نفس النظام هنا برضو يتحلل مقدار سلاسة بسيط سين وسين 28 أربعة في سبعة الكبير ياخده اللي في النص هنا موجة وهنا سالب هل قيم السين ودي اللي أربعة بعكس الإشارة سالب أربعة وهنا السين هتساوي موجة بسبعة هنا السين هتساوي موجة باربعة وهنا السين هتساوي بعكس الإشارة سالب سبعة تعال نشوف من اللي هنفع معنا هل السالب أربعة أكبر من الصفر؟ لات السالب أربعة أصغر هل السبعة أكبر من الصفر؟ ايوه فهناخد السبعة السالب أربعة لا تحق هنا هل اللي أربعة أصغر من الصفر؟ لات اللي أربعة أكبر مش هناخدها هل السلب 7 أصغر من الصفر أيها فهناخدها يبقى هنا هناخد السبع عشان أكبر من الصفر وهن هناخد السلب 7 عشان أصغر من الصفر يبقى مجموعة الحال 7 وسلب 7 كده خلصنا الحل الجبري كل فكرته إنك بتسب الطرف وبتاخد الطرف التاني مرة موجب ومرة سلب خد عليها مثال في الكاشكول وندخل في الجوزي التاني في الحصة اللي هو الحل البياني الجوزي التاني معنا في الحصة اللي هو حل معادلات القيمة المطلقة لكن بيانيا هنجيب مجموعة الحل من الرسم فكرة مسال الحل البياني إنك هتجسم المعادلة لدلتين المعادلة فيها طرفين طرف أيمن وطرف أيصر هنعتبر الطرف الآيمن دل الواحد والطرف الأيصر دل الواحد ونمسلهم هما الاثنين على نفس الشبكة نفهمه بالمثال عايزي حل المعادلة مقياس سين ناجس اتنين يسوي 3 بيانيا الطرف الأيمن اسمه مقياس سين ناجس اتنين هسميه مثلا دل واحد الدل الأولى والطرف الأيصر بتلاتة هسميه دل اتنين الدل التاني وكده هنمسل كل دل الواحد على حسب نوع الدل زي ما أخذنا في درس التمثيل البياني للدوال والله دي دلة مقياس ودي دلة سابتة تعال نبدأ بالدلة السابتة سهلة دلة سين بتلاتة دلة سين اللي هي صاد هتيجي عند التلاتة اللي في الصاد والدلة السابتة بنرسمها بمستقيم يوازم أحوري السيناء كده رسمنا الطرف الأيصر الطرف العيمن كان اسمه مقياس سين نقص اثنين دي دلة مقياس عشان نمثلها لازم في الأول نجيبها رأس المنحنة العدد ده بعكس الإشارة والعدد اللي بره بنفس الإشارة السالب اثنين تبقى موجب اثنين وما فيش حاجة بره تبقى صفر ده رأس المنحنة اثنين وصفر هتيجي عند اللي اثنين وصفر ودلة المقياس بنرسمها شوعين وشهم لفوق أو وشهم لتحت على حسب شرط المقياس شرط المقياس هنا موجب فنرسم شوعين وشهم لفوق طيب يهم من هنا ان الرسم يطلع معاك مظبوط عشان يطلع معاك مظبوط ممكن تمشي على رؤوس المربعات دي لما ترسم الشوعية الاول خليه على رؤوس المربعات ولما ترسم الشوعية التاني برضو تخليه على رؤوس المربعات او الافضل او الاصح انك تعمل جدول صغير رأس المنحنة عندك اثنين وصفر السين باثنين والصد بصفر هتمسك السين دي تاخد عدد جبلية وعدد بعدية وتعوض بهم في الدلة اللي جبل الاثنين الواحد واللي بعد الاثنين تلات عوض بهم في الدلة السين بواحد واحد نجس اثنين بسالب واحد القيمة المطلقة تأكل السلبي بموجة بواحد عوض بتلات تلاتة نقص اتنين بواحد مقياس الواحد هو الواحد تعال نمثل دول اتنين وصفر اللي هو الرأس واحد وواحد واحد ونطلع للواحد ونحط نقطة تلاتة وواحد تلاتة ونطلع للواحد ونحط نقطة بعد كده توصل للنجات دي كده الرسمة هيطلع معاك مظبوط نرسم ده الشعاع الأول ونرسم الشعاع التاني يبقى كده رسمنا كل طرف الواحد دي إزاي تجيب مجموعة الحل من الرسم من نقطة التقاطع هتلاحظ الدلتين هنا تقطع في النقطة دي والنقطة دي هتمسك النقطتين دول تنزلهم على محور السينات النقطة دي لو نزلت عند محور السينات هتنزل عند السالب واحد والنقطة دي لو نزلت عند محور السينات هتنزل عند الخمس إبقى مجموعة الحل سالب واحد وخمسة إبقى عشان تجيب مجموعة الحل هات نقطة التقاطع ونزلهم على محور السينات نزلوا عند السلب 1 وال5 طيب عايز تتأكد من حلك يا إما تمسك السلب 1 وال5 تعوض بهم في المعادلة يا إما تحلها جابري لو حلتها جابري برضو هتطلع معك سلب 1 و 5 طيب عشان تثبت ناخد عليها ثلاث مسائل كمان السؤال الثاني عايزين نحل المعادلة مقياس 2 سين نالس ثلاثة يساوي سين زائد ثلاثة عايزين نحلها بيانيا فهنجسم المعادلة لدلتين الطرف الايمن هسمي الدل الأولى والطرف الايصر هسمي الدل التاني ونرسم كل دل الوحدية الطرف الايمن عبارة عن دلت مقياس في دلت المقياس نجيبها رأس المنحنة خد العدد ده بعكس الإشارة هيبه موجب 3 وفيه جاب للسين 2 هنجسم عليها إبه 3 على 2 والعدد اللي بره مفيش إبه 0 إبه رأس المنحنة 3 على 2 و 0 3 على 2 اللي هي 1 و 0 إبه السين ب1 و 0 والصاد بصفر عشان رسمتك تطلع مزبوط خد عدد جاب للواحد ونص وعدد بعد الواحد ونص اللي جاب للواحد ونص واحد واللي بعديه 2 امسك الواحد والتنين عوض بهم في الدل عوض بواحد 2 في 1 ب 2 نجز 3 سالب واحد المقياس يقول لك السالب بها يساوي موجب واحد عوض باتنين 2 في 2 ب 4 4 نجز 3 ب 1 نمثل الدل التاني اسمع سين زاد 3 دي دل خطية عشان من الدرجة الأولى الدل الخطية بنختار أي 3 قيم برحاتنا مثلا 0 و 1 2 نعوض بهم في الدل عوض بصفر 0 زاد 3 ب 3 1 زاد 3 ب 4 2 زاد 3 ب 5 تعال نسل الدلتين دول على نفس الشبكة هنا الرأس كان اسمه 1.5 و 0 1.5 في السين بع الخط بالزبط النقطتين التانين 1 و 1 2 و 1 1 و 1 2 و 1 هنوصل الشعاع الأول ونرسم الشعاع التاني نرسم الدلة التاني 0 و 3 0 و نطلع لل 3 1 و 4 2 و 5 دي دا اللي خطية فلازم التلات نقطت دول يطلع معانا على نفس الخط المستقيم ازاي يجيب مجموعة الحل من الرسم من نقطة التقاطو الدلتين تقاطع في النقطة دي والنقطة دي هتمسك النقطتين دول تنزلهم على محور السيناء النقطة دي لو نزلت عند محور السيناء تتنزل عند الصفر و النقطة دي لو نزلت عند محور السيناء تتنزل عند الست يبقى مجموعة الحل صفر وست عايز تتأكد يما تعوض يما تحل جبري ده السؤال الثاني نشوف السؤال الثالث السؤال الثالث عايز يحل المعادلة مقياس سين زاد واحد يساوي صف بيانيا طب تعال نخلى المقياس لوحده هنطلع على الموجة بواحد الناحة التانية بعكس الإشار يبقى مقياس سين تساوي سالب واحد في الحل البياني هجسم كل طرف دل الوحدين طرف الاي من اسمه مقياس سين والطرف الايصر اسمه سالب واحد ده دلة مقياس وده دلة سابت هرسمهم هما الاثنين ده ابسط صورة لدلة المقياس مش شرط عملها الجادول ده مقياس السين بيبدأ من عند صفر وصفر وممكن هنا تمشي على رؤوس المربعات دي عشان الرسمة تطلع معك مظبوط هنرسمها سبعة ولا تمانية هنرسمها سبعة عشان المقياس بالموجة ده كده رسمة المقياس الدلة التانية سالب واحد ده دلة سابتة هتيجي عند السالب واحد في الصاد وترسم مستقيم يوازم محوري السينات كده احنا نرسمنا الدلتين ازاي يجيب مجموعة الحل من الرسم من نقطة التقاطع والله الدلتين هنا مش متقطعين ما فيش تقاطع يبقى مجموعة الحل هنا بتساوي فاي او لو عايز تتأكد من الحل الجبري المقياس يساوي سالب والله ما ينفحش المقياس يساوي سالب يبقى مجموعة الحل على طول فاي طيب تعالنا اخد اخر سؤال في الرسم البياني اخر مسألة معنا في الحل البياني اعايز يحل المعادلة مقياس سين نقص ثلاثة زاد سيني ساوي ثلاثة بيانيا تعالنا عدلها الاول هنخلي المقياس لوحده اطلع الموجب سيني الناحة التانى بعكس الاشار يبقى مقياس سين نقص ثلاثة يساوي ثلاثة الموجب سين تطلح سالب سين في الحل البياني بنمثل كل طرف لوحده هاخد مقياس سين نقص ثلاثة في دلة الوحدية وتلاثة نقص ثلاثة في دلة الوحدية ونمثل كل واحدة فيه دي دلة مقياس هنجيبها رأس المنحنة العدد بعكس الاشارة يبقى ثلاثة وما فيش بره يبقى صفر تلاثة وصفر قدت ثلاثة وصفر ومشي على الرؤوس دي على رؤوس المربعات وزي ما قولنا مفروض تعمل جدل بس عشان نختصر وقت ده الشعاع الأول وده الشعاع التاني نمثل الطرف التاني اسمه 3 ناجسين دي ده اللي خطية هنختار أي 3 قيم ونعوض بيهم أنا معوض لك هنا تعال نمثل على طول 0 3 1 2 2 1 لحظة أن النقط اللي بنحطها بنحطها على الشعاع التاني هنوصل الثلاث نجات دول ببعض وصلهم ببعض وهات نقطة التقاطق هنا الشكلين ما تقطعوش في نقطة تتقطع في أكتر من نقطة تقطع في شعاع كامل ابقى مجموعة الحل اللي هو الشعاع اللي على الشمال ده أما فروض منزله على محور السنات النقطة ده تنزل عندي الثلاثة وهنا ماشي على طول لما ينزل على محور السنات هنزل عندي سالب ملا نهاية ابقى مجموعة الحل من سالب ملا نهاية لغاية الثلاثة بحين تقطع في شعاع كامل من سالب ملا نهاية لغاية التلاتة طيب تعني تأكد كده من الحل الجبري هسبت الطرف الأيمن وهاخد الطرف ده مرة موجب ومرة سالب يعني أقول له سين نقص ثلاثة وهنا سين نقص ثلاثة خد المقدار ده بالموجب يعني نزله زي ما هو وخده بالسالب غير إشاراته سالب ثلاثة زائد سين وكتب الشرط بتاعك بناخده بالموجب بسين أكبر من أوساة وصفر المقياس وهنا سين أصغر من صفر المقياس قد السالب ثلاثة بعكس الإشارة بموجب ثلاثة تعني حل المعادلات ود السالب سين عند الموجب سين أتساوي اثنين سين ود السالب ثلاثة عند ثلاثة أتساوي ست اكسم على الاثنين بسين بتساوي ثلاثة هنا ممكن تقول السين تروح مع السين أتفضل لك سالب ثلاثة أتساوي سالب ثلاثة لما تلاقي العددين يصوا بعض أو الطرفين يصوا بعض تعرف أن الفترة دي بتحقق المعادلة يعني مجموعة الحل هنا هي الفترة دي اللي هي سين اصغر من ثلاثة. لو خدت اي عدد اصغر من ثلاثة وعوضت به في المعادلة ده هتلاقيه حق. هتلاقي الطرفيني صوبعة. يبقى مجموعة الحالة هنا الفترة دي. اللي هي سين اصغر من ثلاثة. اللي اصغر من ثلاثة يعني من سالب ما لا نهاية لغاية الثلاثة. ما فيش هنا او يساوي تبقى خليها مفتوحة. يبقى هنا السين سوى الثلاثة وهنا من سالب ما لا نهاية الثلاثة مفتوحة مفروض نكتبهم مع بعض يعني نجيب لهم اللي اتحاد الفترة دي من سالب ما لا نهاية الثلاثة الثلاثة مفتوحة لما حط معاها الثلاثة بدل ما هي مفتوحة خليها مغلقة الاتحاد ده معناه اضافة بدل ما هي مفتوحة لما نضيف الثلاثة نخليها مغلقة هتديك نفس مجموعة الحل كده خلصنا الحل البياني تعاني نختم الحصة بملحوصتين مهمين اخر ملحظتين معانا او اخر مسالتين دول ممكن نجيلك في الاختيار او مش عايزك تحفظهم ممكن نفهمهم من الرسم بيقولك عايزين مجموعة حل المعادلة مقياس سين يساو سين طيب ممكن نحلها كده بالفهم هو مقياس سين يساو سين يعني العدد اللي جوه المقياس هنا نزل زي مهو امتى العدد ينزل زي مهو لو كان العدد ده موجب او صفر يعني لو جبت مقياس الواحد بيساو واحد نزل زي مهو مقياس الاثنين بتساو اثنين مقياس الصفر بيساو صفر يبقى العدد اللي في المقياس بينزل زي مهو لما يكون موجب او صفر يبقى مجموعة الحل من صفر الى مالة نهاية الى الاعداد الموجب ومعهم كمان الصفر هنا العكس عايزين مجموعة حل المعادلة مقياس سين يساوي سالب سين يعني العدد اللي جوه المقياس نزل بعكس الاشارة سالب سين يعني بعكس الاشارة امتى العدد يطلع بعكس الاشارة مقياس سالب سالب او صفر مثلا مقياس السالب واحد هيطلع موجة بواحد هنزل بعكس الاشارة مقياس سالب اتنين بموجة باتنين مقياس الصفر بصفر يبقى طالما العدد طلع بعكس الاشارة تعرف ان العدد ده سالب او صفر العدد السالبة هي من سالب مالنهاية الغاية الصفر خدنا معهم الصفر عشان بيقول علدت سالب او صفر ممكن تفهمها اكتر بالرسم البياني المعايد الم говорят اسمع مقياس سينوا يساوي سين هتمثل الطرف ده الوحدي وده الوحدي مقياس سين دي رسمة المقياس بنرسمها سبعة سين دي دلة خطية الدلة الخطية بنرسمها خط مستقيم خط مستقيم في الربع الأول والتالت عشان اللي لسين هنا موجب فين التقاطع والله تقاطع في الشوعة الده الشوعة ده من كم لكام من صفر لمالا نهاية die0 لمالا نهاية هنا لو عايز تعرفها بياني اسهل ارسم كل طرف لوحدي مقياس سين خلاص رسمنا مقياس سين ده اسمها سالب سين ده اللي خطية لكن بالسالب فبتترسم في الربع التاني والرابع فين التقاطع هنا؟ تقاطع في شعال العشمال ده الشعال العشمال من كم لكم من سالب ملا نهاية لصفر اللي هو سالب ملا نهاية لصفر ملخص الحصة التامنة معانا اللي هي حل معادلات القيمة المطلقة حل المعادلات يعني نجيب قيام سين اللي بتحقق المعادلة ده اللي تخليها بالطرفيني صوبح في حل المعادلات عندنا ثلاث أشكال من المسائل يما يديك مقياس يسوى عدد أو مقياس يسوى مقدار فيها سين أو مقياس يسوى مقياس كلهم نفس الفكرة لو ميديك مقياس يسوى عدد بناخد اللي جوه المقياس نسويه بموجب أو سالب العدد تشيل المقياس وتنزل اللي داخل المقياس وتنزل العدد مرة بالموجب ومرة بالسالب نفس الفكر لو مقياس يسوى مقدار تاخد اللي داخل المقياس وتسويه بموجب أو سالب المقدار تاخد المقدار ده مرة بالموجب ومرة بالسالب لو مقياس يساوي مقياس يبقى اللي داخل المقياس الأول يساوي موجب أو سالب اللي داخل المقياس الثاني بس لازم تتأكد قيم السين اللي تطلع لك دي لازم تتأكد منها يأما بالتعود في المعادلة يأما تجيب صفر المقياس مثلا صفر المقياس هنا سبعة لما تاخد بالموجب تقول هنا الشرط بتاعك لازم سين أكبر منه أو يساوي سبعة اللي هو صفر المقياس لما تساوي بالسالب يبقى لازم سين أصغر من سبعة وتشوف العددين دول بيحققوا الشرط ده ولا لا في الشكل الأول والشكل الثاني لازم تتأكد أما لما يكون مقياس يسوا مقياس من الشرط تتأكد العددين اللي هطلعوا لك تكتبهم على طول في مجموعة الحل ده الحل الجبري يشوف الحل البياني لو جالك حل المعادلة بيانيا فكرة الحل البياني أنك بتجسم المعادلة عندك لدلتين هتعتبر الطرف الأيمن دل الوحدي والطرف الأيصر دل الوحدي وترسم كل دل الوحديها هترسمهم هما الاثنين على نفس الشبكة التربعية إزاي تجيب مجموعة الحل من نقطة التقاطئ النقطة اللي هيتقاطع فيها نزلها على محور السيناد مثلا نزلت هنا عند عدد اسم ألف بمجموعة الحل ألف هنا تقطعوا في نقطة واحد طب ممكن يتقطعوا في نقطتين برضو تنزلهم هما الاثنين عند محور السيناد مجموعة الحل هنا هتكون عددين مثلا ألف وبه ممكن يتقطعوا في شعاع كامل لما يتقاطعوا في شعاع كامل مجموعة الحل هنا هتكون فترة النقطة دي مثلا نزلت عند الاتنين والطرف ده ماشي على طول إلى مال نهاية يبقى مجموعة الحل اتنين إلى مال نهاية طيب لو ما فيش نقطة تقاطع بينهم يبقى مجموعة الحل فاي اخيرا عندنا شوات ملاحظات في المقياس بنستخدمهم في حل المسال ملحوظة الاولى قيمة اي مقياس لازم تكون اكبر من او تساوي صفر يعني تنفع موجب وتنفع صفر ما تنفعش سالم لو ادك مقياس يساوي عدد سالب تعرف المجموعة الحل فاي ملحوظة التانية ان احنا ممكن نبدل داخل المقياس الطرح ابدالي داخل المقياس مقياس ثلاثة ناجس سين هي بعينها مقياس سين ناجس ثلاثة ملحوظة التالتة لو عندك جزر تحت تربيع الجزر يأكل التربيع وتاخد مقياس الاساس يبقى تساوي مقياس ألف اخر ملحوظتين لو عايز تحل المعادلة مقياس سين يساوي سين امتى اللي جوا المقياس ينزل زي ما هو لما يكون عدد موجب او صفر موجب او صفر يعني من صفر الى ملا نهاية هنا مقياس سين يساوي سالب سين امتى اللي جوا المقياس يطلع بعكس الاشارة لما يكون العدد ده سالب او صفر سالب او صفر يعني من سالب ملا نهاية لصفر كده الحمد لله خلصنا الجزء الاول في الدرس ده الجزء التاني نحل فيه متباينات القيمة المطلقة وده يتكون اخر حصة في الوحدة الاولى كل ما انا جد جبر هتلوه في القيمة اللي اكتظر هنا دي واشوفكم الحصة الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة